مقتضى الشهادتين للنابلسي الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فهذه الأبيات المسمات مقتضى الشهادتين للنابلسي نظمها الشيخ عبدالغني النابلسي رحمه الله المتوفى سنة 1143 للهجرة في بيان العقيدة السنية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض وليس يحويه مكان لا ولا تدركه العقول جل وعلا لا ذاته يشبه للذوات ولا حكت صفاته الصفات فارد لنا به تتم المعرفة وواحد ذاتا وفعلا واصفة فهو القديم وحده والباقي في القيد نحن وهو في الإطلاق وهو السميع والبصير لم يزل بغير ما جارحة وفي الأزل له كلام ليس كالمعروف جلا عن الأصوات والحروف أرسل رسله الكرام فينا مبشرين بل ومنذرين أيداهم بالصدق والأمانة والحظ والعصمة والصيانة أولهم آدام ثم الآخر محمد وهو النبي الفاخر وصحبه جميعهم على هدى تفضيلهم مرتب بلا اعتدى فهم أبو بكر وبعده عمر وبعده عثمان ذو الوجه الأغر ثم علي ثم باقي العشرة وهي التي في جنة مبشرة وكل ما عنه النبي أخبر فإنه محقق بلم تر من نحو أمر القبر والقيامة وكل ما كانا له علامة مثل طلوع الشمس من مغربها وقصة الدجال كن منتبها هذا هو الحق المبين الواضح وبالذي فيه الإناء ناضح والحمد لله أولا وآخرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر